ولكن اتجاه كبير جدا ان الكابتن محمد عائد اللي قدر مباراة الترجي والنجم السحلي هو اللي يدير مباراة الاهلي واسموحها غدا في الدوري العام خاصة ان الطاقم المصر اللي قدر هذه المباراة يعني حتى لو في بعض الاخطاء اللي ممكن تبقى وردة في بعض المباراة ولكن مهم جدا الحكام بتوعنا لما يسافروا في مباراة افريقيا يرجعوا على طول يديروا مباراة في الدوري العام على فكرة لسه موقف محمد الحنفي ومحمود عشور مستمر هيفضلوا الفترة اللي جاية بيحكموا في تقنية الفيديو فقط لان طبعا الموضوع اللي يقل بدنية واختبار البدني لسه ما تمش مع فيتور بيريرا فبرضو وارد جدا نشوف بقراء كابتن محمد الحنفي على تقنية الفيديو في مباراة سموحة الاهلي واسموحة يمكن محتاجين حكام خبرة محتاجين حكام كبار يكونوا موجودين في مباراة الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيرامدز يمكن لو تاخدوا بالكوا الفترة الاخيرة مباراة الاهلي في الدوري ما كانش في حكام دوليين كتير يمكن مباراة او اتنين من الخمس مباراة او مباراة واحدة اعتقد من الخمس مباراة بكرة لو كابتن محمد عادل موجود هتبقى المباراة التانية في مباراة المسم ده للنادي الاهلي مع الحكام الدوليين نتمنى التوفيق يا رب بإذن الله لطاقم التحكيم اللي هيدير مباراة بكرة ولكن لو تم اختيار كابتن محمد الحنفي والكابتن محمد عادل فانا شايف وجود محمد عادل في ادارة هذه المباراة هيبقى شيء جيد ان حكم مباراة الترجل والنجم هيدير مباراة الاهل واسموحة بكرة في الدوري العام كمان جزئية مهمة جدا متعلقة بالحكام الدوليين في كاس السوبر للأندال أبطال خلاص يعني فكرة ان يتم الاستعانة بحكام من خارج مصر أوروبيين ده مش موجود وده مش مطروح فكرة الاستعانة بحكام من الإمارات في تقنية الفيديو برضو أمر ده مش مطروح ودبالك احنا على تقنية الفيديو عندنا حكام اليوم خبرات كبيرة يعني عندنا محمود عشور عندنا محمد الحنفي وارد جدا يتم الاستعانة مثلا بمحمود البنة في تقنية الفيديو عندك في حكام الملعب في محمد معروف في محمد عادل في أمين عمر أمين عمر من حكام النخبة أو حكام البروفيشنال في القرى الافريقية فوارد كمان ان دي الأطقم اللي يكون موجودة في أحمد الغندور يعني الحكام الدوليين المتحين لإدارة الأربع مباراة في كاس السوبر لأن دي الأبطال أعتقد عدد كافي جدا إن شاء الله وأعتقد الفترة اللي جاية هيتم الاستقرار والتأكيد على الأسماء والإعلان قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة نقطة أخيرة كمان متعلقة بالتحكيم وارد وارد جدا الفترة اللي جاية نشوف اتصالات ويعني مشاورات مع لجنة حكام أفريقيا لأن الخبر اللي قاله كابتل محمد فاروق أنا شايفه خبر مهم جدا ومعلومة مهمة جدا إن فيتور بريلا تواصل مع لجنة حكام إفريقيا عشان الأطقم التحكمية اللي بيتم اختيارها من مصر تبقى بالكامل حكام مصريين والفعل ده حصل حتى الآن في المباراة اللي تم إدارتها في الجولة الأولى شفنا محمد عادل كان معه براهيم نور الدين حكم رابع شفنا محمد معروف كان معه محمود ناجي حكم رابع الاتنين المساعدين كان فيه سامي هالهل كان فيه هاني عبد الفتاح أحمد حسام طه على فكرة موجود في اندونيسيا مع طاقم حكام من ليبيا مع تاز الشلماني فشيء جيد إن يكون فيه حكام مصريين بالكامل أمين عمر على فكرة برضو عنده مباراة في الجولة الرابع هيكون معه محمود أبو الرجال فالطاقم بالكامل حكام مصريين أحمد الغندور حكم رابع فيعني بصراحة بأمانة لو الجزئية دي بجد لجنة حكام أفريقيا هتستمر عليها هيبقى بجد خطوة جيدة جدا من لجنة حكام في مصر بقيادة بريرة إن قدر يعمل الجزئية دي لإني كان دايما بنشوف بيتاخد مساعد مصر يتحط مع طاقم جزائري أو يتاخد مساعد مصر يتحط مع طاقم من مثلا بكاري جسامة لكن فكرة طاقم مصري بالكامل ما كانتش موجودة فبدأت في دور الأبطال لو استمرت في التصفيات اللي جاية وده حسب برضو في تصفيات كاس العالم هيبقى شي رائع جدا وأعتقدها تحصل بلجنة حكام مصر بقيادة بريرة إذا استمر النهج ده خلال الفترة اللي جاية ده جانب متعلق بقاطقم التحكمية ومدخلة مهمة جدا بنشكر بالتأكيد عليها الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام ترجمة نانسي قنقر